بسم الله الرحمن الرحيم الحشمة بصفة عامة هي أن المرأة تكون ساترة لجسدها كامل ما في أي شيء يلفت للنظر بالنسبة للرجل أو حتى لمرأة مثلها وتكون ساترة عورتها وتكون ساترة مفاتنها وما تتبرج بالشوارع سواء كانت مرأة مسلمة أو غير مسلمة سواءً جزءًا أريد أن نغير مسلمة لا يريد أن أرافك بأمين بجمال وغير مسلمة أحتاج إلى تقبل أن أفعلها والسلامية أشعر بأننسي أسفل الأحيان تتعلم أن تتعلم أنفسي في الأن في الأن الأن أن أريد ما يريد أن تدركها في مرة أخرى. فأنا أريد أن تكون لها كيفية تتخذ مرتفق حيث أنها تقريباً على مرادئ. المترجمات من الدقيقة يجب أن تدركها في مرة أخرى ليس لأنهم يريدون تستطيعون إنه مع الجميع سيئة إذا كذلك سيساعدنا لا تسأل الأمر لأننا أعجب المطلب لماذا الشهدين المطالقة جميعا 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 أن يرغب المطالقة Cait لديه و في مطالقة لا يحتاج لماذا يريد ان يرغب المطالقة؟ لماذا ترغب الوضع؟ في ممتج? أحجب المطالقة لتحاجم هذا وقفاها من شفتنا لسبب أن نعرف أمره لأننا كلها مهمة جميعا جميعا أن يجعل أعجب المطالقة لأنهم لا تجربوا يجب أن تكون مغادرة. في مغادرة أخير ، فبارج سأجعل ذلك لا يوجد أساسي طويلة. يمكنك أن تكون لها محقق القوة ، لا يجب أن تبدأ الناس، لا يجب أن تبدأ أساسي ، لا يجب أن تبدأ فلساعة. يمكن أن تبدأ إنساني يمكنك قد تبدأ في ذلك الرياضة وهي شيء أفكار لذلك يجب أن تكون محاولاً على رأسي. أنا أول شخص مدتعاة ، شخص مدتعاة في كثير مدتعاة كلي بالخصوص يبدأ للخصوص بحقك هذا الشيطان ، والذوق فنحن ، ينفع ب تحقن المدتعاة Soه حقًا ، الكثير من خلال القيام فيه أعمال طريق مدتعاة يجب أن تقوم بعمل كيف يجب أن يجب أن تكون تغيراً أو يجب أن يجب أن يجب أن يكون فيها ما يجبه في حجبه؟ أعتقد أن هذا هو كل شيء يجب أن يجب أن يكون فقط بمعرفة الجنسة ولكننا نحن نفسي ولكننا أتحفظها ولكننا نعمت بها وإنك فرصة تحفظها فعلاً ولكننا لا يمكنك تحفظها الى من المشاركة ويمكنك تحفظها فعلاً كانت تحفظ المنانات في السبب البيتد فهمت تحفظ، وضعي تحفظه فرصة الحلوية I think the Muslim tag doesn't help. There is a lot of ignorance in the marketplace especially in the fashion industry but my argument is that until you don't accept yourself nobody will accept you. The freedom that you don't really have to conform to how men want you to dress or how society wants you to dress, it's just very empowering. because it gives me that choice of how I want to dress and how I want to please God so for me it's quite positive and liberating اشتركوا في القناة